تتواصل الحملة العسكرية في الرقة ومعها تتصاعد حدة الضربات الجوية لطائرات التحالف الدولي أما الفاتورة الكبرى فيدفعها المدنيون بصمت فازدياد الانتهاكات هنا مبرر وبعيد كل البعد عن التغطيات الإعلامية الكبرى فما يجري في الرقة هو حرب على التنظيم ومع ضرورات هذه الحرب مضير من وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين فبحسب ناشطين فإن أحدث غارة للتحالف الدولي خلفت أكثر من 33 مدنيا بين قتيل وجريح أما التحالف فقد برر قصفه مدينة الرقة بالفوسفور الأبيض بأن ذلك يندرج تحت قانون النزاع المسلح في إطار معارك تعيشها المدينة قائلا إنه يسمح باستخدام طلقات الفوسفور الأبيض للتعيين والإخفاء والتعليم بطريقة تراعي بشكل كامل الآثار الجانبية على المدنيين والمباني المدنية ومع ازدياد معاناة المدنيين في الرقة جراء القصف والمعارك والحصار المفروض عليهم تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 ألف مدني داخل الرقة وتظهر لقطات فيديو بثتها وكالات موالية للوحدات الكردية هروب مدنيين من الرقة جراء المعارك الدائرة التي تفيد آخر الأنباء القادمة من هناك باستلاء ميليشيات قصد على أحياء الرومانية والجزرة واسباهية من الجهة الغربية للمدينة إلا أن طبيعة العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات قصد ضد تنظيم الدولة كانت محطة تشكيك من ناشطي المدينة وصفين الاشتباكات بأنها لا توحي بمعارك حقيقية يخوضها التنظيم للدفاع عن معقله الرئيس في سوريا وسط غياب تام للمفخخات والسيرات الملغمة التي يستخدمها في صد الهجمات على مواقعه وهنا يبقى التساؤل مطروحا هل يسلم تنظيم الدولة المدينة للوحدات الكردية أم أن انسحابه مرهون بتدمير المدينة بشكل كامل وتهجير أهلها الأصليين اشتركوا في القناة